السلام عليكم احد الممثلين الكبار او المغنيين المعروفين في مصر بيقابل مثلا احد تقيل في مجال سياسي حتى رئيس وزراء بلد يعني وزير ثقافة بلد مثلا اوروبية اي حد في الدول الكبيرة ولا حتى مثلا ناس من اللي حاصلين على نوبل جائزة نوبل في الفيزياء في الكيمياء في العلوم واحد مثلا اخصائي بتاع مثلا مركبات فضاء اي حد من العلماء العالمين هل حد من المشاهير بتوعنا في الوطن العربي شفناه بيقابل حد من دول او بيتصور معاه صورة شخصية او مهتم بيه اصلا للأسف بتلاقيهم بيقابلوا مين؟ الواحد من دول يروح يقابل حد مثلا ايه؟ مغني واحد هجاص واحد رقاصة اه من الكيان الصهيوني هو ده اللي لقيته عندهم طبعا فكرة كيان الصهيوني فيه ناس علماء على فكرة فيه ناس اه مفكري فيه ناس يعني في مجالات اخرى ما فيش غير الهجاصين ورقاصين يعني حتى الخبث في موطن الخبث ما نلاقيش يعني إلا من نقهوش إلا هو اخبث الخبث سبحان الله طيب طب لو حصل وشفنا ان فلان قبل فلان المسك منصب في هيئة الطاقة الظرية فيه مش عارف ايه هيقوله هيقوله عليه جسوس اه وعلى قال في بعض الناس هتبقى منصفين يقولك اه لا بس اه شوفوا الراجل ده راجل علم بغض النظر هو ملكيان الصهيوني بس راجل علم وقابل فلان يبقى فلان ده راجل بيهتم بالعلم آآ لان بعد كده هيلاقوه بيقابل ناس من دول تانية من اهل علم كمان لكن واحد مثلا ايه يعني انا بشاهد في المسابقات الرياضية مثلا اما يبقى واحد هيقابل آآ مواطن من الكيان الصهيوني وطبعا مواطن الكيان الصهيوني بيقيد علم بلده فيعني هيشيل علم بلده لو سواء فاز عليك ما فازش المهم يعني علم بلده هيترفع في المواقف ده وانت ضد المبدأ اللي متأسس عليه البلد دي فعلشان كده آآ مش هتعمل المقابلة في ناس يقول لك آآ ماشي وفي ناس يقول لك لأ في ناس يقول لك طب اغلبوا في المضمر اللي بتاع اثبت انك قوي آآ انا مع الرأي ده ومع الرأي ده انا ما عنديش مشكلة ولكن سواء تقابله او ما تقابلوش ولكن الفكرة ان ده علىقل بيقدم حاجة رياضة يعني لو حتى الراجل بيحب بلده جدا ويرفع العالم وكل الاباندا دي الفكرة ان ده راجل رياضي راجل بتاع مسارعة راجل بتاع كاراتي راجل بتاع ملاكمة يعني بيجيد حاجة راجل رياضي بيقدم حاجة آآ بيعلمك فنون شيء معين مهم الجسمك وتصحتك اما بتيجي بتشوف الملاكمة او كده علىقل لي قيمة ولكن ما يبقى واحد حجاص رقاص نطات آآ مالوش اي قيمة في المجتمع غير ان هو بيسلي الناس وبياخد فلوس مقابل مقابل هذا الموضوع وبقى مليون مليونير ملا ملياردير حتى آآ اعتقد مش هيدي الحاجة اللي انا افتخر به مش هيدي القيمة القيمة الحقيقية اللي تعيش معانا مدة اطول المليونيرات اللي من نوع ده غالبا بيموت آآ يا اما من اوفردوز يا اما بيموت من آآ آآ مثلا اغتيال خناقة بالاسلحة يا اما بيموت من مرض عضال صرف عليه اللي وراه اللي قدامه او بيموت الاتنين مريض وفقير وفي كل ده غالبا بيموت وحيد آآ ما سألتوش نفسكوا ليه فنانين كتير بيموتوا وحيدين ناس كتيرة بتقعد لسن كبير من الفنانين ما تجاوزش الفكرة مش في اللي بيقدموا بقدر ما هي آآ فكرة الشهرة الشهرة يا سابة لها نصيب من الاكتئاب والحزن في ناس يقول لك حزن غير مبرر لكن في وجهة نظري هو مبرر آآ مش هخش لك في موضوع الحزن والكئابة دي خلينا نفكر اكتر في القيمة اللي بنستفدها في حياتنا القيمة اللي البحث عنها احيانا بيكون فريدة قيمتك في اللي بتقدمه للمجتمع من رياضة علوم علم فكر كتابات وعظ وعي تزكية وده اللي بنحاول بما قدرني عليه ربنا ان انا اعمله في القناة تسعيدني طوح جنب يا ابني الحلال عملت سبسكرايب ولايك ولا لأ لما كنتش عملت قيم دلوقتي بقى لان في نهاية الحلال قيم القناة دي تستحق اهتمامك ولا لأ الكلام ده يهمك ولا لأ الكلام ده يفرق معاك ولا لأ لان بستغرب من الناس في بداية الفيديو قبل ما تبتدي الفكرة خلص يقول لك اعمل سبسكرايب ولايك طب ليه هو هو انا لسه قدمت لك حاجة علشان اخد مقابلها اه التجارة الرخيصة دي اديني الاول وبعد كده اديك وبعد ما اديك يا يفيدك يا ما يفيدكش سمك في ميا يعني عموما الرأي يليكو والشورة شوريتكم انا بستشاركم ايه رأيوكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ولا اله الا انت تغفركم اعطوه ولكن شوفكم على خير في حفظ الله حلقة خلصة سلام عليكم